موسيقى 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 السلام عليكم راح اشرح لكم بهالمقطع الشابتر الرابع من مادة البيوكميستر واللي تكلم عن الديابيتس في بداية الشابتر هنا تكلم لنا عن احصائيات واللي ذكر لنا ان 12% من الادوتس او الاشخاص البالغين اللي في امريكا واللي يكون عمرهم 20 سنة فما فوق يكونوا المصابين بالديابيتس النقطة الثانية هنا قال لنا انه الديابيتس واحد من اكثر 10 امراض ممكن تسبب الوفاء في العالم بالنسبة للنقطة الثالثة هنا قال إن الديابيتس يسبب امراض ثاني والامراض هذه كلايف ثرييتك ديزيجز او اللي هي الامراض اللي ممكن تشكل خطر على الخطر على الحياة ممكن تسبب الوفاء مثل الهيرد ديزيزيز والكيدني فيلر طبعا مثل ما احنا عارفين من قبل ان الديابيتس يسبب لنا إلفيتر بلود جلوكوز واللي هو انه يكون السكر حق الدم مرتفع نتيجته لل ديسورد انسولين ميتابولزم او خلل في هرمون الانسولين في حالة مريض الديابيتس اما انه بيكون عنده جسمه ما ينتج انسولين او انه ينتج انسولين بكميات غير كافية او انه جسمه ما قادر يستخدم الانسولين بطريقة فعالة نتيجة لهالشي الجسم ما راح يسوي جلوكوز او ان الجسم ما راح يقدر ياخذ الجلوكوز اللي موجود في الدم ويستخدمه في المسلز والأديبوس بالاضافة الى انه راح يسبب الجلوكوز في الليفر طبعا الاليفر جلوكوز المصطلح الطبي لا اسمه هايبرجليسيميا واللي هو مثل ما ذكرنا الاليفيشن ان بلود جلوكوز هنا في النقطة الثانية قال لنا ان الهايبرجليسيميا ممكن تسبب لنا ضرر على البلود فيسلز او الاوعية الدموية والاعصاب والتيشوز اللي موجودة في الجسم هنا بعد ذكر لنا السيمتومس او اعراض الديابيتس طبعا يعتمل بشكل كامل على الهايبرجليسيميا او درجة كديش ما السكر يرتفع كل ما زادت ارتفاعات السكر في الدم كل ما زادت الاعراض حقتها وكانت اكثر خطورة فمثلا هنا لو ان عندنا بيشنت السكري حقه دائما اكثر من 200 فهنا ممكن يكون عندنا خطر على الكلا هنا ذكر لنا بعد السيمتومس بشكل عام ممكن تكون اكسيسيف يورين بروداكشن او اللي هو كثرة التباول بشكل عام والمصطلح حقها اسمه بوليوريا هنا بعد ممكن يكون عندنا ديهايدريشن او دراي ماوث واللي هو بسبب كثرة التباول فالجسم صير فيه جفاف ويصير فيه دراي ماوث بالاضافة الى اكسيسيف ثريست او اللي هو دائما يكون المريض عطشان الويت لوز يفقد الوزن والاكسيسيف هانجر او اللي هي دائما يكون المريض جوعان بلورد فجن او اللي هو تكون الرؤية عنده مغبشة والانكريز انفكشن لانه هنا في حالة دايابيتس بيشن تكون عنده المناعة ضعيفة فدائما يتعرضون لعدوى بالاضافة الى الفتيج او الى التعب هنا شرح لنا كيف ان احنا نسوي داياجنوسس او نعطي داياجنوسس لشخص ان فيه دايابيتس طبعا نعطي داياجنوسس بعد ما نسوي عدة تحاليل للبيشن واحدة من هذه التحاليل واللي هو ان نقيس مستوى الجلوكوز في الدم طبعا الجلوكوز هذا نقيسه اما في اوقات عشوائية الراندوم تايمز ديورينج ذا داي او ان نقيسه في وقت الفاستنج او الصيام يعني اول ما يصحى من النوم برضو في تحليل ثاني واللي هو والاورال جلوكوز تورينس تست واللي هو عبارة عن ان يعطون الباشنط محلول جلوكوز وينتظرون ساعتين بعدين ينقيسون عنده نسبة الجلوكوز وبناء على التحليل يشوفون اذا هو عنده دايابيتس او لا والتحليل الثاني واللي هو الجلايكيتل هيماجلوبين او اللي هو الـ HPA1C عبارة عن تحليل يسوون لمريض السكري كل ثلاثة اشهر علشان ينقيسون كمية الجلوكوز مقارنة بكمية الكرايات الدم الحمراء وهنا ذكر لنا نتائج التحليل الفوق يعني مثلا لو كانوا قايصين لا سكر الصيام فعند مريض السكري راح تكون عنده قياس السكري 126 واعلى تمام هنا شخصون على انه وليد السكري وبالنسبة للراندوم او اللي هو قياس السكري العشوائي فيلقون عنده انه نسبة السكري عنده 200 او اعلى بالاضافة الى وجود بعض السمتومس اللي ذكرناه فوق هنا بعد ذكر لنا التايبز او اللي هي انواع السكري تايب 1 و تايب 2 وسكري الحمل اللي يصير فقط اثناء فترة الحمل واخر شي بعد قال لنا ان السكري ممكن يجي في بعض الحالات الطبية اللي يضرر فيها البنكرياس مثلا نفترض سرطان البنكرياس و البنكرياس هنا يضرر بشكل كامل فبالتالي بيكون في خربطة في الانسولين وخربطة في سكري الدم هنا في مقارنة بين سكري تايب 1 و سكري تايب 2 اول شي هنا نجي اللي برافايلانس او اللي هو نسبة البابوليشن اللي ممكن يصابون بكل نوع منهم هنا في التايب 1 قال من 5 الى 10 بالمية من السكري ممكن يصابون منه وهنا قال من 90 الى 95 بالمية من المرضى السكري بشكل عام ممكن يصابون فيه هنا بالنسبة للأيج يجي تايب 1 بالنسبة للاشخاص اللي عمرهم اقل من 30 سنة وبالنسبة للتايب 2 يجي للاشخاص اللي عمرهم اكثر من 40 سنة هنا نجي للأسباب اللي ممكن تسبب المرضى هنا قال لنا الاوتو اميون واللي هو ان الجهاز المناعي يهاجم البنكرياس بالتالي البنكرياس يوقف ما ينتج انسلين فهنا يدخل المريض في تايب 1 ديابيتس ممكن يكون بسبب انفكشن او عدوة تأثر على البنكرياس ممكن يكون بسبب العامل الوراثي اما بالنسبة للتايب 2 ديابيتس ممكن يجيب بسبب الاوبسيتي او السمنة التقدم في العمر والان اكتيبيتي او عدم ممارسة عين اشهاض رياضي والانهرتد فاكتورز او العوامل الوراثية هنا نجي للمايجور ديفكت او اللي هو المسبب الرئيسي لمثلا لو حصلت واحدة من هذولي كيف ممكن يسبب كل نوع منهم فمثلا لو صرت واحدة من هذولي هنا بنصاب للتايب 1 ديابيتس بسبب ان البيتاس اللي موجودة في البنكرياس رياض ريح تتدمر تمام بالتالي رح يكون فيه انسولين ديفيشينسي او نقص في انتاج الانسولين في الجسم اما بالنسبة للتايب 2 ديابيتس فيصير هالشي بسبب مقاومة الانسولين ان الجسم قاعد يقاوم الانسولين وما قاعد يستخدمه وبرضه بسبب الانسولين ديفيشينسي او اللي هو نقص في مستوى الانسولين في الجسم هنا نجي للانسولين سيكريشن اما يكون فيه تايب 1 ديابيتس لتل او نون يعني ان اما منه بيكون حيل قليل او انه ما فيه انسولين بالمرة اما بالنسبة للتايب 2 ديابيتس احيانا يكون انه انتاج الانسولين فيه في الجسم شكل عام نورمال بس ان الجسم قاعد يقاومه ما قاعد يستخدمه واحيانا يكون انكريز او اكثر من حاجة الجسم ممكن احيانا يكون اقل من حاجة الجسم هنا requirement for insulin therapy او اللي هو جرعات الانسولين اللي ناخذها الخارجية بالنسبة للتايب 1 ديابيتس كل الاشخاص اللي مصابين بالتايب 1 ديابيتس لازم ياخذون انسولين انجيكشنس اما بالنسبة للتايب 2 ديابيتس best some cases او بعض الحالات الحرجة اللي ما تقدر تنظم السكري عندها هنا ذكر لنا اخر شيء اللي هي اسماء اخرى لكل نوع منهم بالنسبة للنوع الاول ممكن اسمها جوفينايل اونست ديابيتس او انسولين ديابيتس اما بالنسبة للتايب 2 فيسمونا ادولت اونست ديابيتس بسبب ان يجي للاشخاص اللي عمرهم اكثر من 40 سنة او نان انسولين ديابيتس لانهم ما ياخذون او ما يعتمدون في العلاج حقهم على جرعات الانسولين الخارجية هنا بالنسبة للتايب 1 ديابيتس رجع كرر لنا ان يكون بسبب ان الجهاز المناعي في الجسم يحارب البنكرياس او يحارب البنكرياس او يحارب البنكرياس بالاضافة الى ان في النقطة الثانية قال هنا انسولين مست بي سبلت يعني ان مرضى التايب 1 ديابيتس لازم ياخذون اسرين من مصادر خارجية هنا قال يجولي ديفولوبس ان تشلدرن او للاطفال او في التنيجرز او هنا اخر شيء ذكر السمتمز حقتها واللي هي البوليوريا والبوليديبيسيا والويتلوز والويكنس والفتيج هنا تكلم لنا بعد عن التايب 2 ديابيتس واللي هو مصابين في نسبة 90 الى 95% من مرضى الديابيتس هالشي طبعا او التايب 2 ديابيتس يصير بسبب الانسولين او مقاومة الانسولين اللي موجودة في اجسامهم هنا بعد ذكرنا مصطلح الهايبر انسولينيميا واللي هو عبارة عن الهاي بلود انسولين ايضا او وحدة من اهم العوامل اللي ممكن تسبب بالتايب 2 ديابيتس اللي هي الأوبستي لانо 80% من حالات التايب 2 ديابيتس مصابة بالاباسي او بالسمنة هنا نجيل للرسك فاكتورز او العوامل اللي تسيد نسبة الاصابة بالتايب 2 ديابيتس اللي هي الأوبستي او الابوايد والفاميلي هستوري او ديابيتس هنا بعد قال لنا يعني لما يجينا طفل مصاب بالسكر صحب أننا نحاول الشخصة بالتايب 1 أو تايب 2 لأن أحيانا الأطفال برضو يصابون بالتايب 2 بسبب مقاومة الأنسلين في جسمهم مبشر كلمرة يصابون بالتايب 1 وهنا ذكر لنا كيف أقدر أساوي من الإصاب بالتايب 2 واللي هو باختصار أني أسوي ويت مناجمنت أو اللي هو أحاول أخلي وزني في المستوى الطبيعي طبعا في حال كان عندنا بيشنت فيه أوفر ويت أو أوبيس فهنا لازم ننصح بأنه يقل الوزن بنسبة 7% بالنسبة للديتري أو أني أحاول أسوي لتعديل على الغذاء عنده أحاول أزيد الحبوب الكاملة والفيبرز في نظام الغذائي بالإضافة إلى أني أقلل من السكريات في دايت حقا وأقلل من الدهون هنا بعد قال لي أني ممكن أنصحوا بأنهم يسوون Active Lifestyle أو أني أحاول يخليهم يسوون Physical Activity على الأقل 150 دقيقة في الأسبوع بالإضافة إلى أن الأشخاص اللي فيهم أو يعتبرون At Risk مثلا الأشخاص اللي عندهم عامل وراثي بالإصابة بالسكري أو عندهم أوبيسيتي أوبيسيتي فأني أحاول أسوي لهم Monitoring أو أني أحاول أراقبهم أسوي لهم تحاليل باستمرار علشان أتأكد أو أني أحاول أحميهم من أنهم يصابون بالType 2 Diabetes طبعا هنا بالنسبة للأشخاص اللي فيهم Type 1 Diabetes وما ينضمون السكري حقهم أو اللي يكون عندهم السكري دائما مرتفع فممكن يصابون بمرض اسمه Diabetic Keto Acidosis هالمرض هذي يصير بسبب Severe Lack of Insulin يعني الجسم هنا ما قاعد يسوي أو ينتج أي كمية من الأنسلين بالتالي السكري في الدم يكون مرتفع اتفاع هائل وراح يوصل لمرحلة أنه يصير أسيد أو أنه يصير فيه أحمال تمام الأحمال هذي اسمها Ketosis أو اللي هي تكون الكيتونز الكيتونز باديز عبارة عن دهون تمام فالجسد يعني الدم باختصار يكون فيه دهون هذه هي الحموضة وتكون درجة حموضة الدم أقل من 7.3 وحنا بعد يصير بسبب الهايبرج ليسيمي مثل ما قلنا يسيكون سكري الدم أعلى من 250 ويمكن أننا نحن لشخصة بعدة أعراض منها الأسيتون بريث أو اللي هو يكون نفس المريض ريحتها زي الفواكه وممكن يكون عندها فيتيج أو تعب بالإضافة إلى النوزيا والفاموتينج وبرضو ممكن للكيتو أسيدوثيس أو اللي هي تحمض الدم ممكن يأثر على mental state ممكن يدخل المريض في حالة كوما أو في حالة غيبوبة علشان نسوي ترييت منتحق الأشخاص اللي فيهم حموضة الدم فنستخدم معاهم الإنسولين ثرابي على أساس أن نحن نخفض سكري الدم عندهم اللي هو أصلا ارتفاع سكري الدم هو المسبب الرئيسي لهالمرض فلازم نحن نحاول نخفضه باستخدام الإنسولين ونحاول أن نحن ندعمهم بالفلويدس بالسوائل والإلكترولايت بالإضافة إلى أن في بعض الحالات ممكن نحتاج أن نستخدم معهم البيكربونيت ثرابي هنا نجي للسندروم الثاني اللي ممكن تصيب مرضى type 2 ديابيتس واللي هو الهايبر سمولر هايبر جليسميك سندروم واللي هي عبارة عن من اسمها هايبر جليسميك يعني بيصير فيه عندنا هايبر جليسميا بيصير فيه ديهايدريشن بس بدون ما أن يتطور إلى مرحلة الكيتوسيس أو مرحلة حموضة الدم السمتم حقتها بتكون واللي هو أن يدخل المريض في حالة مشاكل عصبية مثل كنفيوجين يكون دايما مشوش أو أن يصير فيه عنده صعوبة في الكلام ممكن يتطور إلى نوبات صرع واللي تريد من تحقه واللي هو أن ندعم المريض بالفلويدس والإلكترولايت ونستخدم معاه الإنسلين ثرابي هنا نجيه للهايبر جليسميا واللي هو أنخفاض سكري الدم هنا يقول أن هالشي يصير بسبب عدم تنظيم السكري في الدم وممكن يتكون له عدة أسباب واللي هو واللي هو أني أستخدم جرعات عالية من أدوية السكري هالشي يمكن يخفض لي السكر أو البرولونج إكسرسايسيز واللي هو أني لما أجي أتمرر تمارين لفترة طويلة تمام؟ وهشي يمكن يسبب لي انخفاض في السكري هنا بعض تكلام عن السكفد أو ديليد ميز واللي هو لما أخطر أجبات أو أني أخرها عن وقتها السمتومز أو الأعراض بتكون السويتنج اللي هو التعرق وخفقان في القلب والشيكنس أو اللي هو الرجفة والهنقر والويكنس لتريات منت هنا أني أستخدم جلوكوز تامبلت أو أي شي يحتوي على كربوهيدرات أو على سكر مثل العصير والكاندي أو الحلال هنا بعد نجيل الكمبليكيشنز أو المضاعفات اللي تصير لمرضى السكري واللي هي أولها مرضى الـ AGES واللي هو عبارة عن Advanced Glication and Products واللي هي عبارة عن أن كل البروتين والفاتس اللي فيه جسم المريض ممكن تتحول وتتكسر إلى جلوكوز بالإضافة إلى أن يصير فيه damaging the tissues اللي موجودة في الجسم ثاني شي ممكن يصر هنا اللي هو السربيتول السربيتول اللي هو تزيد واللي هي عبارة عن موات سامة في الجسم وتزيد السريولار انجوري أو اللي هو إصابة الخلايا اللي موجودة في جسمنا هنا بعد واحدة من الكمبليكيشنز اللي ممكن يسببها دايبيتس واللي هو الأمراض أو الأشياء اللي متحلقة بالكاردوفاسيكولر سيستم واللي هو ممكن تسبب دامج two large blood vessels مثلا إنها دمر الفيسلز الأوعية الدموية اللي موجودة في الهيرت والبرين واللمس بالإضافة إلى إنهم ممكن تسبب البريرفيريال فاسيكولر جيسيسيس أو اللي هي الأمراض اللي تكون متحلقة بالأطراف مثل الرجلين واليدين تمام ممكن تسبب العرج أو تسبب قرحة في الأقدام أو ممكن تسبب الغرغرينا هنا بها الممكن يسبب لنا دايبيتس مايكرو فاسيكولر كمبلوكيشنز واللي هي إنه يبدأ يدمر small blood vessels هايكسي اللي قبل شوي اللي قبل شوي كانت مايكرو كان يدمر large blood vessels أما الحين لا مايكرو ويدمر small blood vessels فالمهم إنه نتيجة لها الشي ممكن تتأثر الكلا وتصير فيه أمراض متحلقة بالكلا ممكن تخلي الكلا ضعيفة بسبب الليك فلويد أو إنه تصير فيه قلة السوائل والليبت والبلاد هالشي راح برضه يسبب local edema أو اللي هي احتباس فيه السوائل ممكن يسبب نزيف وممكن بعد بشكل عام يسبب دايبيتس أو اللي هي اعتلال الكلا هنا 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 لو تضررت الكلا راح يسبب إلى أن احنا يرتفع مستوى الألبومين في الدم أو اللي هو يسمى زلال طيب فممكن يرتفع هالشي في البول وهنا بعد يقول واللي هو باختصار أن جسمنا لما احنا مثلا ناكل كمية بروتين معينة فجسمنا يحاول أنه ياخذ المادة المفيدة من البروتين ويطلع منها نيتروجين واللي هو يعتبر مادة سامة ويضردها بره الجسم لكن في حالة ما كانت الكلا فيها اعتلال أو فيها مرض فهالشي راح يقلل الورين بروداكشن راح يقلل انتاج البول بالتالي راح يقل كمية اخراج نيوتروجين خارج الجسم وراح يبدأ يسوي له اكيموليشن أو أنه يجمع داخل الجسم هنا بعد قال لنا أن الدايبيتس ممكن يسبب لنا نيوروباثي أو اللي هي مشاكل في الأعصاب وطبعا هذه المشاكل في الأعصاب ما تجي إلا لمن يكون فيه extended time للهايبر جايسيميا يعني يكون مريض السكري مرتفع عند السكري من فترة طويلة فتبدأ هنا الأعصاب تضرر هنا بالنسبة للأعراض اللي تأشر إلى أنه فيه نيوروباثي ممكن يكون فيه بين في الأرجل والفيد ممكن يكون فيه في الأرمس والليكس وبرضو ممكن يكون عندنا نامبنسس واللي هي لمن الأرجل أو الذراع تنمل هالشي هذا يصير في نسبة 50% من مرضى الدايبيتس هنا نيجي للترياتمنت أو العلاج اللي بنستخدم على مرضى الدايبيتس واللي هو باختصار أني يتضلب مني أسوي لها بالانسينج للميلز حقتها واللي هو أحاول أن أضم وجباتها بالإضافة إلى الميديكيشنز وأنصحها بالإكسرسايزز أو الفيسيكال اكتبتي بالإضافة إلى أنه هنا لازم أسوي لها فريقونت ادجاسمنت واللي هو أحاول أني أعدل على جرعات الأدوية اللي أعطي إياها بحيث أنها تناسب مثلاً نوعية الأكل اللي أكلها ونوعية الفيسيكال اكتبتي اللي هو يسويها الهدف من أني أسوي هذا كله واللي هو أسوي مانتينينج للبلود جلوكوز عند المريض بالإضافة إلى أني أحاول أني أمنع أو أسوي ريدكشن حق الكمبيكيشنز أو المضاعفات اللي ممكن المريض يصاب فيها هنا بعد تكملة للقوز من اللي ترياتمنت اللي إحنا نسوي واللي هنا قال مانتين هلثي بلود لبود كونسنتريشن واللي هو أحافظ على مستوى الدهون اللي منتود فيه الدم مثل الكولسترول بالإضافة إلى الكنترول بلود براشر لنتبه على ضغط الدم ولمناجمنت للوزن هنا كيف ممكن أسوي دابيتس أديكيشن من خلال مثلا أني أخلي المريض يقابل Certified Diabetes Educator أو أن شخص عنده معلومات كافية ومعتمد على أنه يعلم الديابيتس بيشن كيف ينتبهون على نفسهم طبعا هلأ ديكيشن هذا رح يعلم البيشن كيف يسوي ميل بلانينج كيف ينظم الوجبات كيف ينظم الميديكيشن كيف يحافظ على مستوى الجلوكتوس عنده في الدم وكيف يسوي وكيف أو البيشن اللي لازم يسوي بالإضافة إلى أنه راح يتعلم البيشن كيف يسوي بريفنشن وترييتمنت حق الكمبوليكيشن اللي ممكن يصاب فيها هنا برضو عندنا مقارنة بين الكونفنشن ثيرابي والإنتنسف ثيرابي واللي هو خلينا نقول عنها طريقة العلاج التقديدية القديمة اللي كانوا يستخدمونها وبين طريقة العلاج المودرن أو الحديثة أكثر اللي صاروا يستخدمونها في الوقات هذي أول شي بالنسبة للطريقة القديمة واللي هو المونيتورينج حقها يكون دايلي يعني يوميا أو في اليوم مرة أما بالنسبة للطرق الحديثة فصاروا يحاولون أنهم يراقبون في حصول مستوى السكري في الدم ثلاث أيام في اليوم وبالنسبة للإنسلين ثيرابي ففي النوع الأول النوع القديم ممكن تكون مجرعة إلى جرعتين طويلة الأمد تمام ونو دايلي أجاسمنت يعني ما يحاولون يعدلون على الجرعة أو أن نسبة الجرعة أو كمية الجرعة تكون ثابتة خلال اليوم أما بالنسبة للإنتنسف ثيرابي فممكن يكون ثري أو مور يعني ممكن تكون ثلاث جرعات أو خمسة جرعات قصيرة الأمد وممكن يسوي لها أجاسمنت ممكن يسوي لها تعديل على حسب كمية الأكل على حسب كمية الفيزيكال أكتفتي اللي هو بيسويها هنا نجي للأدفانتجز أو اللي هي المميزات في النوع القديم هنا يقول هنا في احتمال أقل لحدوث الهايبوجليسيميا أو إنخفاض سكر في الدم وليس ويت جين طبعا الويت جين هنا في مرضى الديابيتس يصير بسبب كثرة الإنجيكشنز اللي يستخدمونها فلما تكون الإنجيكشنز على أدها أقل معناتها راح يكون فيه احتمال أقل لإكتساب الوزن أما بالنسبة لطريقة الحديثة فمن مميزاتها أنها تأخر حدوث مضاعفات الديابيتس بشكل عام أما بالنسبة للدس أدفانتجز اللي هي العيوب ففي النوع الأول قال أنه يعني تسرع من حدوث مضاعفات السكري أما بالنسبة للنوع الثاني فهي تزيد النكريز أو تزيد نسبة احتمال الهايبوجليسيميا اللي هو إنخفاض سكر الدم بسبب هنا كثرة الجرغات اللي لازم يستخدمها البيشنت وتزيد من الويت جينينج وتزيد الرسك من بيكومنج أوفر ويت أو زيادة الوزن طيب هنا يقول لي كيف أسوي إفاليويتينج اللي أنا أعطيته الباشنط يعني كيف أشوف إذا اللي تريات منت فاد مع الباشنط ولا لا أول شي هنا أكيد راح أسوينا منيتورينج أو أني راح أراقب نسبة الجلوكوز في الدم من خلال السلف منوتورينج إني أخلي الباشنط يقيسل نفسه ويعلمني عن القياسات حقتها أو الكنتينوز جلوكوز منوتورينج هنا بعد هذا بالنسبة للشورت الشورت تيرم تلايسمك كنترول أما بالنسبة لللونج تيرم تلايسمك كنترول فأنا راح أستخدم تحليل الـ HPA1C واللي هو التحليل اللي مسؤول عن إنهم يسوون المريض الباشنط كل شهرين أو لكل ثلاث شهور لماذا يستخدمون هالتحليل؟ لأنه يطلع نسبة الجليكيشن أو اللي هي نسبة أو مدى قديش كان السكر يمنتظم في فترة أسبوعين إلى ثلاث أسابيع وحنا قال لي كيف أسوي evaluating أو تقييم أو monitoring للcomplications اللي ممكن تحصل أسوي لها monitoring من خلال النعقيس البلاد براشر واللبد سكرينينج اللي هو مستوى الكوليسترول في الدم مثلا بالإضافة إلى الوريناري بروتينز وبرضو أقيس الكيتون تستينج عند المرضى تايب 1 ديابيتس والباشنس اللي فيهم سكري الحمل هنا يقول بعد ممكن نقيس المرضى اللي هم أريدي عندهم حمض الدم هنا نجيني أهم الأشياء اللي لازم نسوي لها management للديابيتس واللي هو nutrition therapy واللي هو dietary recommendations أو أني أحاول أعطي توصيات تساعده في تحسين الغذاء والغذاء هذا راح يساعده في أنه الامبروز لجليساميك كنترول أو راح يساعده في التحكم في نسبة الجوكوس في الدم بالإضافة إلى أنه راح يبطئ من عملية حدوث الكمبيليكيشنز أو المضاعفات اللي ذكرناها فوق وهالشي راح يصير من خلال أني أحاول أسوي management للميكرو نيوتريينت انتيك نزين؟ فهنا قال لنا أن النسبة المعوية من الكالوريز أو توزيع الكالوريز بين الميكرو نيوتريينت راح يعتمد على الفود بريفرنسز والميتابوليك فاكتورز وهنا في النقطة الأخيرة ذكر لنا شيء الجزء من هذه النقطة تكلم عن Intensive Insulin Therapy واللي هو في بعض البيشنز تكون حالتهم جدا حرجة ويكون عندهم السكر مرتفع بكميات حيل عالية فاللي سوونا أنهم يمنعونهم من أنهم يعكلون كربوهيدرات ويستخدمون معهم علاجات سكر وعلاجات انسلين على أساس أنهم يحاولون يخفضون لهم السكري في الدم فلو كان البيشنز مو من هالنوع أو ما يستخدم هالنوع من هالثيرابي فلازم نعطي كميات معينة من الكربوهيدرات طبعا نسبة الكربوهيدرات اللي راح أعطيها للديابيتك بيشنز راح تعتمد على الانسلين ثيرابي أو اللي هو الميديكيشن اللي يستخدمها بالإضافة إلى البرفرنسز أو أن قديش البيشنز يحبياكل من كربوهيدرات هنا الريكموندد سورسز حق الكربوهيدرات اللي ممكن أعطي البيشنز اللي هي الخضروات والفواكه والهولي جرينز والليجومنز والملك بروديكت هنا بعد عندي شيء لازم أركز عليه واللي هو الجليساميك انديكس واللي هي نسبة أو الأكله قديش ترفع من السكر فلازم أعطي البيشنز لو جي آي فودز أو اللي هي الأطعمة اللي ما ترفع السكري بشكل كبير فهنا مثل ما قال إيه إنه لو جي آي فودز هنا بالنسبة للسكريات في الدايت فلازم نسوي لها منمايزنج أو نقلل منها بالإضافة إلى إن الشوكري فودز أو السكريات اللي تحتوي على سكر تنحسب من ضمن السيرفينغز حق الكربوهيدرات وهنا بعد ذكر لنا أنه لازم نتجنب الأطعمة اللي تكون محلاة بالفروكتوز وهنا ممكن نستعمل معاهم السويتنرز أو المحليات الصناعية تكون كسيفلي أو كآمنة عليهم نقدر نستخدمها في جدولهم الغذائي هنا بعد قال لنا أنه لازم نستخدم لهم الهول، الغرين والفايبر وتكون الركومنديشن أو الكمية حقتهم مثل كمية باقي البابلك هنا بالنسبة للفات فهنا قال إنه بالنسبة للدهون اللي هي الأوميغا 3 فلازم نزيدها في الأكل واللي تكون مصدرها من الفش أو من النباتات بالنسبة للساتوريتر فات لازم نقللها بنسبة أقل من 10% من التوتال الكالوريز اللي بنعطيها البايشنت وبالنسبة للدهون المتحولة لازم نقلل منها برضو وبالنسبة للكيلسترول فلازم نعطيهم كمية أقل من 300 ميلي جرام في اليوم وبالنسبة للبروتين فهم نكتب لهم حصص البروتين مثل باقي البابيوليشن لكن بالنسبة للباشنت اللي عندهم نيوروباثي أو أمراض في الكيلة فلازم نكون منتبهين وما نعطيهم كميات عالية من البروتين لأن هذا الشيء ممكن يكون هارم فول عليهم هنا بالنسبة للكحول كونسابشن فكحد أعلى بالنسبة للنساء بس مرة واحدة في اليوم وبالنسبة للرجال مرتين في اليوم وبالنسبة للمايكرو نيوتريين فهنا الريكمونديشن حقتهم بتكون نفس باقي البابيوليشن وما يوصون بأنهم يستخدمون السابلمنت أو المكملات الغذائية عشان يحصلون عليها الأفضل أنهم يحصلون عليها من الأكل هنا طبعا أثناء ما نحن قاعدين نسوي ميل بلانينج للديابيتك بيشن أول شيء لازم نسوي لهو نحسب الكربوهيدرات اللي بنعطيها إياه في الجدول الغذائي حقه هنا بعد قال كدايتشن لازم يسوي ليرنينج أو يتعلم كيف طريقة البيشن في الأكل حقه هنا بعد calculate nutrient and energy needs لازم أحسب سعرات اللي يحتاجها وقديش يحتاج من أغذية وثالث شيء هنا قال provide patient with direct carbohydrate allowance divided into battering of mails and snacks يعني كمية الحصص اللي أنا بطلعها من الكربوهيدرات لازم تقسم على وجباتها وليازم تقسم على السناكات حقتها وحنا قال لنا أن الشكل اللي تحت اللي موجود في هالسلايدا شرح لنا عن مثال عن كميات الكربوهيدرات والبروتينات و يعني كمياتها بالقرام اللي لازم أو أننا نعطيها للpatient يعني هذا مجرد مثال بس هنا في واحدة من طرق الكربوهيدرات كاونتنج أو حساب نسبة الكربوهيدرات للdiabetic patient واللي هو الفود لست أو اللي هي قوائم الطعام هنا قال أنه عبارة عن meal plan created by choosing food with specified portion from the list طيب الطريقة هذه تعتبر list flexible تمام than carbohydrate counting أو اللي هي الطريقة التقليدية اللي تعلمناها في الاسسمنت هنا بعد قال lists are طبعا هذا شيء سلبي لها أما بالنسبة للنقطة الإجابية حقتها فهنا قال أنها useful for carbohydrate counting هنا بعد تكلمنا على الانسلين ثرابي الانسلين ثرابي نستخدمه للناس اللي فيهم type 1 diabetes و نستخدمه لبعض الحالات من type 2 diabetes اللي هم الأشخاص اللي مو بقادرين يسوون control على الجلوكوز عندهم هنا في النقطة الأخيرة قال أنه الانسلين ترييتمنت أو جرعات الانسلين اللي بنكتبها أو نوصفها للمريض هذه الجرعات لازم تكون بنفس الكمية اللي كان ينتجها الجسم أثناء ما كان طبيعي أو قبل إصابتها بالديابيتس يعني الكمية هذه ما تكون لا أعلى من حاجته ولا أقل من حاجة المريض هنا بعد تكلمنا عن أنواع الانسلين اللي ممكن أعطيها الpatient واللي هو ال rapid acting, short acting, intermediate, long acting والإنسلين mixture أو النوع اللي يكون مخلوط بين long والshort acting هنا قال الإنسلين delivery أو أني كيف أقدر أخذ هالأنواع من الإنسلين أو كيف على أي شكل أقدر أعطيها الpatient ممكن أعطيها على شكل C-rings اللي هي على شكل حقنة أو على شكل مغذي ممكن تكون إنسلين pens واللي هي تكون على شكل أقلام والإنسلين يأخذ من هالجرعات أو تكون على شكل مضخة هنا قال السؤال أنه ليش ما أقدر أخذها من حلال الأورال delivery أو ليش ما أقدر أني بدال ما أخذها من تحت على شكل حقنة من تحت الجل ليش ما أبلعها أو تكون من خلال الفم والإجابة لهالشي أن الإنسلين هو نوع من أنواع البروتينات ولو أخذناه عن طريق الفم فالأسيد اللي موجود في المعدة راح يوقف الشغلة وما راح يخليه يشتغل يعني ولك أني أخذت إنسلين حين بعد تكلمنا عن طريقة التريات بالتفصيل للتايب 1 ديابيتس واللي هو يفضل أن نحن نحاول نسوي مناجمنت للجلوكولز عندهم باستخدام الإنسلين ثرابي واللي هو أن نحن نعطيهم multiple daily injections أكثر من جرعة خلال اليوم من خلال نحن نخليهم يستخدمون مثلا الإنسلين بين أو البامب أو اللي هي المضخة ثانية نقطة هنا يقول أن علشان نعرف نحدد كمية الجرعة اللي بيأخذها من الإنسلين هنا الباشنط لازم يساعدنا ويحدد لنا أو يسجل لنا كمية الفود انتيك عندها والإنسلين دازز وقياس السكري عندها بعدين نحن نجلس نحسب الكربوهيدريت والإنسلين ريشو كالكوليتد بالنسبة للتايب 2 هنا يقول أن 30% من المرضى المصابين بالتايب 2 ديابيتس يلاقون أو أنهم يتعالجون من خلال الإنسلين ثرابي هنا الإنسلين ثرابي ممكن يكون أن نحن بس نعطي إنسلين أو أن نعطي إنسلين مع الأنتي ديابيتك دراكس هنا بعد قال إنه 1 أو 2 ديابيتس إنجيكشنز مثلا ممكن نعطي الباشينت جرعة واحدة تكون إنسلين قبل النوم أو إنها تكون جرعتين أو أكثر تكون نوعها إنسلين طبعا بالنسبة للمرضى اللي يستخدمون إنسلين ثرابي فهم معرضين للهايبو جلايسيميا أو انخفاض في مستوى الجلوكوز في الدم وطبعا الهايبو جلايسيميا حلة بسيط وممكن نحن نسوي لكوريكشن من خلال نحن نعطي الباشينت ونسيرفينج من الكربوهيدرات أو ما يعادل 15 إلى 20 جرام من الكربوهيدرات هنا بعد قال لنا أنه فيه علاقة بين الإنسلين الثرابي والويت جين سبق وقلت أنه جرعات الإنسلين تزيد من عملية اكتصاب الوزن فهو يعتبر عامل ما نقدر نسيطر عليه وعامل غير مقصود هنا بعد يقول أنه عملية اكتصاب الوزن تكون مع الناس يعني أكثر شيء تصير مع الناس اللي يتمدون على الإنسلين كاترياتمنت هنا بعد عندنا شيء اسمه فاستنك هايبرجليسيميا واللي هو ارتفاع سكري الدم في الصباح أو يعني مثلاً من يكون البيشنت مثلاً نايم طول الليل أو صايم على الأقل الثمانية ساعات فبعد الصيام هذا نقص للسكر نلاقي إنه مرتفع تمام؟ فهالشي يصير بسبب الأن أو يعني كمية الانسلين اللي كافية تكون خلال الليل يعني مثلاً آخر وجب أكلها هي العشاء وأخذ معاها كمية انسلين قليلة تمام؟ بعد ممكن يصير بسبب شيء اسمه داون في نومينون واللي هو عبارة عن أنه جسم طبيعته دائماً يرفع السكري في الصبح بدون سبب آخر شيء هنا قال اللي هو ممكن يصير بسبب ريباوند هايبرجليسيميا واللي هو ارتفاع السكري المرتد واللي هو أحياناً أنه من كثر ما أنه السكري في الدم ينخفض فجسمنا يعطي ردة فعل ويقوم فجأة يرفع السكري من نفسه بدون ما حتى البيشنت أنه يكون ما كل شيء هنا بعد قال الترياتمنت عشان نتخلص من هالحالة هذي لازم نسوي حق الدوزيج أو اللي هي الجرعة والفرموليشن أوف انسلين يعني مثلاً ممكن أعطي البيشنت لونج اكتنج انسلين على أساس أنه انسلين طويل الأمد يحاول أنه يخفض الانسلين طول ما هو نايم هنا بعد عندنا الانتي دايابيتيك دراكس واللي هي مثل ما قلنا من قبل هنتستخدم للتيب تو دايابيتيس بيشنت دايابيتيك بيشنت ممكن تكون على شكل أورال مديكيشن يعني تنوخذ على شكل حبوب أو ممكن تكون على شكل انجيكشنز أو حقاً ياخذونه تحت الجل هنا بعد تكلم عن وتأثيره على عند مرضى السكري واللي هو أنه ممكن يساعدنا في الامبروف منت حق الجليساميك كنترول عند البيشنت أو أن يساعدنا في أن نحن نسيطر على الجلوكوز عند مريض السكري طبعاً هنا على الأقل لازم المريض يمارس 150 دقيقة على مدى ثلاث أيام في الأسبوع من الرياضات الايروبيك أو الرياضات الهوائية كمثال عليها الجري هنا بعد قال أن بوث ايروبيك والرسستنس اللي هي مثلاً لو كان مثلاً يلعب أثقال أو يسوي رياضات هوائية مثل الجري فالنوعين هذول من الرياضات ممكن تساعد على أنه يحسن من الانسولين بالتالي راح ينصوم عنده السكري في الدم هنا مثل ما قلنا أن الإكسرسايز مهمة للديبيتك بيشنت لكن لازم يحط قدة أشياء بعين الاعتبار ومنها البوتينسيال بروبلمز واللي مثلاً أنه لازم يحط بعين الاعتبار أن السكري عنده يكون منتظم وما يكون مثلاً على وشك أنه ينخفض أو يكون السكري عنده مرتفة بالإضافة إلى الإكسرسايز أن السكري عنده مستوى السكري قبل وبعد ما يتمرن بالإضافة إلى أنه أفويد اكتيفتي ديورينج كيتوسيس واللي هو أنه لو كانت عنده حموض الدم فالمفهوض أنه لا يتمرن لأنه شيء ما يعتبر حل لمشكلته هنا بعد عندنا واللي هو عبارة عن أني كيف أتأكد أو أخلي السكري ينتظم خلال اليوم هنا قال يعني أثناء ما نتعبانا وأثناء ما نطلع عندي أعراض معينة فلازم أقيس السكري عندي وأقيس مستوى الكيتونات وأتأكد أنها في المستوى الطبيعي هنا بعد قال الانسلين واللي هو أني أخذ الانسلين أو الأدوية اللي عندي على حسب ما وصفها للطبيب وأقدر أسوي تعديل على الجرعة في حال كان عندي تغيير في الديت أو في الوجبة اللي أنا باكلها هنا بعد في النقطة الرابعة قال مانتين بريسبيكت كاربز انتيك واللي هو أني أخذ كمية الكارب مثل ما وصوني عليها في المستشفى آخر شي هنا قال كونسيوم ليكوز 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 تو بريفينت دي هايدريشن هنا بعد نجي للقستيشنال ديابيتس أو اللي هو سكري الحمل طبعاً لأن المرأة تكون في فترة الحمل عندها هرمونات أو تغيرات في مستوى الهرمونات فهالشي يخلل اللي جليسم كنترول صعب علينا هنا بعد قال في النقطة الثانية أن المرأة اللي فيها سكر يحمل عندها خطر إصابة بالتايب 2 ديابيتس بعدين بعد الولادة هنا بالنسبة للسؤال هذا فبالنسبة للأخطار اللي ممكن تصيب المرأة اللي عندها سكر يحمل وعدم انتظام جلوكوز ممكن يسبب لها تشوهات للجنين اللي عندها ممكن هالشي يزيد من عامل الخطر بإصابتها بالسكري بعدين هنا نجي للمرأة اللي هي قريدي عندها ديابيتس بعدها حملت هنا قال أن اللجلسمك كنترول أو السيطرة أو التنظيم مستوى الجلوكوز في الدم ممكن يساعدنا في أن نقلل الأخطار في أول ثلاثة شهور من الحمل ويساعدنا من نحن نقلل من خطر البرث ديفيكت أو اللي هو تشوه الجنين ونسبة ويقلل من الأبورشن أو الإجهاب ثانية نقطة هنا قال أن الوامن والتيب 1 ديابيتس يكون العلاج حقها أو الثرابي حقها اللي هو استخدام الإنسورين أما بالنسبة للتيب 2 ديابيتس فيحولونها برضو إلى الإنسورين ثرابي الثرابي هنا بعد قلنا لعلشان إحنا نحن نحافظ على المرأة أو أن نمنع حدوث الهايبو جليسيميا أو الهايبر جليسيميا لازم يكون فيه بالانس بتوين الكربوهيدرات انتيك والإنسورين ترييتمنت والفيزيكال اكتيفتي هنا نجي للأوفر ويت وامن واللي عندها سكري في نفس الوقت وحامل فهنا يقول أنه يفضل أن نحن نقلل من سعراتها بنسبة 30% من احتياجاتها لأنه شيء ممكن يساعدنا في أن نحن نسوي جليسيميا كنترول بالإضافة اللي احنا نقلل نسبة الكربس عندها من 40 إلى 45% وهنا نحاول أن نحن نعطيها عند البريكفاست بس 30 جرام من الكربوهيدرات أو معدل حصتين من الكربوهيدرات هنا عشان بالنسبة للقستيشن والديابيتس عشان أسويها مناجمنت طبعا مثل ما ذكرنا نحن ما نمنع عنها الكربوهيدرات لكن نعطيها بكمية معقولة هنا بعد لازم تسوي المرأة هنا ايروبيك اكتيفتي أو اللي هي تمارين همائية لأنها تساعد في الجليسيميا كنترول وهنا بعد قال أنه لو بعد هذا كله ما حققنا الجليسيميا كنترول فهنا نقدر نعطي المرأة انسولين أو انتي ديابيتي كدراكس شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة